بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم جميعا نكمل سلسلة communication system ناقشنا في المقاطع السابقة وصلنا للمقطع تقريبا 99 أو 100 ناقشنا كل ما يتعلق بالأساسيات الأولية المتعلقة بالانالوج communication راح ننتقل هسل الجزء الثاني اللي هو عملية الانتقال عملية الانتقال من الانالوج الى digital communication حتى نمر بهذه المرحلة عملية الانتقال احتاج لافذ مقدمة حتى نكون قد وفرنا كل الاساسية لعملية الانتقال طيب عدنا مصرحة نسميه بالبرس modulation ناقشنا في المقاطع السابقة أو في التقنيات السابقة بالcontinuous wave modulation اللي هي خلال دراستنا أو phase modulation هذول ثلاثتهم اللي هو نصنفهم ضمن الـ ناقشنا في هذه التقنيات انه بعض البرامترات انه بعض البرامترات لاشارة الحامل تتغير بشكل مستمر وفقا لتغيرات المسجل يعني انا خلي اميز ما بين نقطتين انه انا عندي carrier signal وعندي message signal المفاهيم الاساسية انه انا عندي معلومة اريد انقلها هذه المعلومة سميناها بالمسجل فبالتالي عندي القروب خلي اسميها السابق عندي carrier carrier signal هذا الجزء الاول وعندي المسج signal ما لاتنا اشارة المعلومات اللي انا اريد انقلها هذه المسج signal طيب شنو جاي يصير عدي في حالة ال continuous wave modulation continuous wave modulation الكلام اللي جاي يصير عدنا او المبدأ الاساسي انه في حالة ال continuous wave modulation انه انا عندي برامترات هذه البرامترات اللي هي قد تكون طبعا البرامترات هذو موجودة بال carrier البرامترات هذو اللي مالتنا اللي موجودة بال carrier قد يكون عندي amplitude amplitude او يكون عندي frequency او يكون عندي phase هذول البرامترات الثلاثة لاشارة الكارير بالغالب اشارة الكارير الماتي هي بصيغة الكوساين يعني رياضيا امثلها هي اما اي كوساين اوميغا سي تي زائد ثيتا سي فبالتالي صار عندي ال amplitude هذا هو ال amplitude وعند الفيز اللي هو بصيغة الاوميغا سي باعتبار 2 باي اف سي هذي هنا التردد فصار عندي هنا الفريكونسي وعند الفيز اللي هو هذو اللي موجود بالمعادلة في حالة ال continuous wave modulation ان واحد من هذول البرامترات يتغير بشكل مستمر مع اشارة المعلومات مع ال information signal او هذا الكلام وين كان في حالة ال continuous wave modulation طيب هذا الشي على النقيض من عنده في حالة البulse modulation في حالة البulse modulation ما تكون الامور قدي بهذا الشكل او بهذا السياق وانما الالية راح تكون بشكل التالي انه في حالة البulse modulation بعض البارامترات للبulse train signal هنا راح يطلع عدي او يظهر عدي في المصطلح نسميه البلس بلس ترين سيجنل هذي هنا انا راح تكون عندي بلس ترين سيجنل عدي سيجنل راح تاخد هذي الوضعية بلسات مجموعة من البلسات ونحن نتناول جملة من هذي البلسات ووضعيتها وترتيبها فبالتالي هذي البلس ترين مستمرة طبعا هذي من اسمها بلس ترين مستمرة للمعنى نهاية إلها amplitude وإلها frequency إلها time يعني وإلها position موقع فبالتالي قد يتغير عند الامبلتود قد يتغير عند الـ frequency time مالتها قد يتغير position مالتها فبالتالي في حالة البلس موديليشن الأمور ما مشابهة لحالة الـ continuous wave modulation اللي راح يصير قدي هنا انه بعض البرامترات اللي موجودة فيه البلس ترين سيجنال هذي السيجنال هي راح تحل محل الكيرير سيجنال هذي البلس هذي البلس سيجنال أو البلس ترين سيجنال راح تاخد دور الكيرير سيجنال فيه البلس موديليشن فبالتالي واحد من الـ يعني واحد من هذي البارامترات للـ pulse train اللي قد تكون الـ amplitude multiple pulse أو الـ frequency أو الـ position مالتها راح يتغير مع المسج سيجنال أو الـ information signal جل فادي هنا عندي نقطة مهمة لازم أميز بها اعتماد على هذي التغيير اعتماد على هذه الباريين الث loose لازم اميز ما بين نوعيا من أنواع البلس موديليشن هذول النوعين اللي راح ظهرون عندي من أنواع البلس موديليشن هم الأساس في آلية التقسيم فبالتالي نتكلم عن البلس موديليشن لازم نكون دقيقين يعني راح يكون عندي اقسم البلس موديليشن رح يظهر عندي عائلتين أو قروبين القروب الأول رح نسميه بالانالوج بلس موديلاشن هنا نعتماد على هذا التغير رح يظهر عندي قروبين أو اللي هو الانالوج هذا القروب الأول هو عبارة عن الانالوج بلس موديلاشن هذا الأول والنوع الثاني رح يكون هو الديجيطال بلس موديلاشن الديجيطال بلس موديلاشن طيب هذول النوعين شن الفرق بيناتهم خلي أميز ما بين الحالكين النوع الأول اللي هو طبعا هنا لازم أميز اعتماده علي من الفرق ما بين الانالوج بلس موديلاشن وما بين الديجيطال بلس موديلاشن يعتمد علي من يعتمد على آلية المودليشن بيرفاهم اعتمادا على طريق اجراء عملية التعديل اهو عملية المودليشن مثلا خلي اخدم واحد واحد بالنسبة للحالة الاولى含 حالة الانالوج بالملص مودليشن بالنسبة للنوع الاول ال storyline اللي من اسمه الانالوج فبالتالي راح يكون عندي اللي هي متل ما ذكرنا هنهنا انو انا عندي بريودك بلس ترين هذي بلس ترين راح تكون هذي هي تكرارية بريودك البلس مالتنا تستخدم بدلا عن الكارير سيجنر احتاخد دور الكارير سيجنر وبعض الخصائص مالتها لكل بلس بعض الخصائص نقصد بها بعض البارامترات يعني لكل بلس من هذولي قد يكون الامبليتود او الفركوينسي او البوزيشن مال كل واحدة من هذول البلسات راح يتغير بشكل كونتينواصلي بشكل مستمر مع تغيرات القيمة المقابلة للمسيس سيجنر هذي هنا لازم نركز عليها انه في حالة الانالوج بلس موديليشن انه راح يكون عندي اولا بريودك بلس ترين وهذه البرريودك بلس ترين كل واحدة من خصائص البلس لكل بلس او فركوينسي او بوزيشن راح يتغير بشكل مستمر كونتينواصلي مع السامبل فاليو للمسيس سيجنر زين بالتالي الانالوج بلس موديليشن الانفورميشن اللي راح ترسل بشكل اساسي راح تكون هي بصيغة الانالوج لكن الارسال ما لا تحدث بالديسيكريت تايم هذه النقطة لازم انه نركز عليها ونميزها انه عملية الارسال في حالة الانالوج بلس موديليشن للمعلومات يتم بشكل الانالوج سيجنر او انالوج فوم لكن عملية الارسال تحدث بالديسيكريت فاليو فقط المل تايم يعني راح ما يصير عدي عملية ما يحدث قدنا كونتينواص تايم وانما فقط بالديسيكريت تايم يصير عملية الارسال للمعلومات هذه هسه ما يتعلق بمن بالانالوج بلس موديليشن طيب المعلومات او ما يتعلق بالديشتال بلس موديليشن على الجانب الثاني راح يكون عندنا انه المسيس سيجنر مالتنا راح تمثل بالديسيكريت فوم لكل منه الزمن والامبلتود يعني راح يكون هنا عندي التايم والامبلتود اثنيناتهم راح يكون في حالة الديسيكريت بينما هنا فقط التايم عملية الارسال فقط يتم بالديسيكريت فاليو للتايم بينما في حالة الديجيطال بلس موديليشن انه راح يكون التايم والامبلتود اثنيناتهم في حالة الديسيكريت فاليو هذي واحد لذلك عملية الارسال بالديشتال فوم راح يتم لسيكوينس أوف كودت بلس يعني هنا راح يصير عندي مجموعة من الكودت بلس بلس مشفرة مجموعة من البلسات المشفرة وراح تتم عملية الارسال بشكل دي سيكريتلي يعني للتايم فاليو والامبليل فاليو فقط دي سيكريت فاليو مالتهم لذلك نقول انه في حالة البلس ديشتال بلس موديليشن ما راح يتوفر عندي الكونتينوص ويف يعني خنقول انه ما عدنا ابدا لا يعني ما راح يكون عندي قيمة مستمرة لا للامبليتيوت ولا للتايم اتنياتهم راح يكونون في حالة دي سيكريت فاليو طيب هسا صار ادي هم فرق اساسي ما بين الانالوج بلس موديليشن ما بين الديجتال بلس موديليشن انه هنا اتنياتهم دي سيكريت هذي هنا انا لكن ترسل خلال دي سيكريت فاليو للتايم طيب اهم الانواع اللي راح يعني خنقول هي تمثل في حالة الكودد بلس او قبلها عملية استخدام الكودد بلس في عملية الترانسميشن للانالوج انفورميشن الحامل للسيجنال هي تمثل البايسيك تمثل النقطة الاساسية لمبدأ الدجتال كومنيكيشن يعني انا سريد اسوي عملية ارسال او استخدم مبدأ الدجتال كومنيكيشن انه اولا نستخدم بلسات مشفرة كودد بلس نستخدم كودد بلس كودد بلس هذي بلسات مشفرة ترسل لتم استخدام عملية ارسال انالوج انفورميشن على السيجنال باستخدام كودد بلس هذي هو مبدأ الدجتال كومنيكيشن اهم انواع الانالوج بلس موديليشن اهم الانواع هي اهم انواعها هذي من انواعها هذي اهمها هي الامبليتود بلس موديليشن بينما هذي الانواع الاساسية اللي راح نركز عليها ونناقشها راح نناقش عندنا الانواع اه وعدي يعني نستخدم بعد ثلاثة ثلاثة انواع من اهمه الانواع المستخدمه في حالة البلس موديليشن طيب خليشو فاصلينا راح نستخدم اولة البلس او نناقش البلس كودموديليشن هذي واحد بالنسبة لأهم أنواع الـ Digital Pulse Modulation راح نناقش الـ Delta Modulation الـ Delta Modulation وراح نناقش الـ Differential Pulse Code Modulation دولة 3 أهم أنواع الـ Digital Pulse Modulation بينما هنا طبعا عندي الـ Amplitude Pulse Modulation عندنا الـ Frequency Pulse Modulation عندي الـ Shift الـ Pulse Modulation يعني أكثر منواع لكن أكثرها وأبسطها والسهولة الاستخدام هو Amplitude Pulse Modulation طيب هذه هي تعتبرها مقدمة طبعا نحن نناقش نبدي حتى أجر عملية الانتقال من الـ Analog إلى الـ Digital راح أبدي بالأساسيات أولها أنه أجر عملية الـ Sampleic Theory آخر نظرية أخذ العينات وهي تعتبر الـ Basics للـ Pulse Modulation هذا طبعا هي في حالة الـ Analog لكن في حالة الـ Digital أضف إلى عملية أخذ العينات أو نظرية أخذ العينات الناقش لا بد من الـ Quantization اللي هو يعتبر النقطة الأساسية أو الـ Process الأساسي للـ Faceal ما بين الـ Analog و ما بين الـ Digital هؤلاء كلهم إن شاء الله راح نناقشهم امتباعا خلال المقاطع القادمة